شبوة تتحرر من ميليشيا الحوثي هذا ما اعلنته قيادة الجيش الوطني التي اكدت بلسان قائد المنطقة العسكرية الثالثة تحرير مديريات بيحان والعين وعسيلان بالكامل قائد المنطقة الثالثة احمد حسان جبران قال ان الجيش يحاصر من جميع الاتجاهات بعض الجيوب الصغيرة في بيحان التي تتمركز فيها ميليشيا الحوثي واكدت مصادر عسكرية سيطرة قوات الجيش الوطني على مواقع الصفراء والسليم وهي اخر المواقع العسكرية للحوثيين في عسيلان في الوقت الذي تقوم فيه وحدات اخرى من الجيش بمحاصرة احد اودية بيحان الذي تتحصن فيه عناصر الميليشيا كان الجيش الوطني قد بدأ قبل ايام عملية تحرير مديريتي بيحان وعسيلان بدعم من طائرات التحالف العربي التي شنت عدة غارات على مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي تعد بيحان منطقة استراتيجية مهمة حيث تمتلك حقول النفطية وتقع بين البيضاء ومارب مما يعني فقدان ميليشيا الحوثي لاهم طرق الامدادات العسكرية الى البيضاء تاتي الانتصارات العسكرية للجيش الوطني بالتزامن مع تحرير مواقع عسكرية في نهم شرق صنعا وتقدم عسكري في ريف الحديدة في ظل تساؤلات عن طبيعة المعركة القادمة بعد تحرير شبوه وما اذا كانت البيضاء حدثا قادما لمدافع الجيش الوطني